السلام عليكم ورحمة الله والبركات. تحياكم مولى اصدقائي. واهلا ومرحب بكم بلقاء جديد ضمن سلسلة الشروحات المقدمة بعنوان مهارات التعليم عن بعد. اليوم رح نتكلم عن امر غايف الاهمية. كيفية تجهيز فيديوهاتنا التعليمية والشروحات من خلال الكمبيوتر. طبعا الامر نفسه بينطبق حتى على هاتفنا الجوال. فحبيت ان اقدم بعض التلميحات والملاحزات. اه والنصائح البسيطة. لنحسن ان نقدم شرح بسيط في مقطع فيديو مصور. ونحمله على قناة اليوتيوب. ونرسل الرابط الى الطلبة على غرف التليجرام او الواتس اوب. او اي ان يكن الوسيلة اللي بجتمع فيها مع طلابك. برنامج الاو بي اس اللي قدامكم على الشاشة. هذا البرنامج التسجيل اللي انا بستخدمه. وكنت كلمت في فيديو سابق. راح اترك الرابط للفيديو في صندوق الوصف. واشاركم مع حضرتكم ان شاء الله. لكيفية تثبيت هذا البرنامج والتعامل مع اعداداته. هذا البرنامج رائع جدا بكيفية التسجيل والبس المباشر. وفيه كتير من المزايا الرائعة جدا جدا جدا. ففيك تستخدمه لتصوير الشاشة. وتبدأ بالشرحات لآآ اي درس آآ على بالك. سواء كان الدرس ملف الكتروني بي دي اف. او سواء كان عرض تقديمي على باوربوينت. آآ او ازا حبيت تكتب على الشاشة اللي طلبتك. وتحكي مع الصوت. راح اقدم شروحات على الوسائل لتلاتة الان ان شاء الله. طيب راح نبعد ما انا اه اشغل البرنامج واضغط على بداية تسجيل. راح نصغل البرنامج. تمام? وابدأ بيها الشروحات. طيب ازا كان ملف الكتروني كتاب يعني. تمام بي دي اف. متل ما انا شايفين. انا فيني اقرأ الطلبة. واشرح لهم الموجود. يعني انا فيني اقرأ لهم واشرح لهم. وكأني انا امامهم. والكتب قدامهم بالدرس تماما. فهني راح يشاهدوا الفيديو. وشاهدوا الكتاب والكتاب معاهم. تمام? ورح تشرح انت بالصوت كل شيء مقروع عن هذه الافكار وهذه الدروس. هذا ازا كان عندك ياها المادة عبارة عن ملف بي دي اف الكتروني. طيب. انت بطرف اخر. ازا كنت عامل عرض تقديمي. عرض باور بوينت. تمام? فيك تشغل عرض الباور بوينت. تمام? وتبدأ بالشروحات. فيك تشغل عرض التقديمي الباور بوينت وتبدأ بالشروحات وانت عبتصور الشاشة بنفس المبدأ. تمام? فتحكي لهم عن التبويبات وعن التعريفات وعن كل شيء يخطر على بالك انت مجهزه بحقيبتك التدريسية. تمام? ازا كنت عامل شو? اه موضوع عروض تقديمية على الباور بوينت فيك تسجل بنفس المبدأ بالصوت والصورة تماما. طيب. انا ازا حبيت اقدم بعض الملاحزات. كيف بدي اقدم او اكتب ملاحزات على الشاشة لحتى الطلبة يعني كتير بنحتاج كنحن كمدرسين او مدربين نترك اه بعض الملاحزات. جوجل قدمتنا خدمة حلوة كتير ضمن مزايا درايف بدي ارجع الى المستعرض. وانقر على نفس التطبيقات وارجع الى مباشرة لحتى نتعلم على ميزة حلوة كتير قدمتنا ياها جوجل. منروح الى المزيد ومنشوف انه في عندي هون الجامبورد المقدمة من جوجل. تمام? راح نشتغل على نافذة معينة الان. وقدم شرح سريع لا لا. طيب. متل ما انا شايفين انا في عندي هدي النافذة البيضة. فيني انا اختار الوان لالخلفية ولتكن. فيني اختار اه لون لالقلم. يعني انقر نقرة مطولة هون اختار لون لالقلم ولكن هذا اللون. وابدأ بيه الكتابة. انا سأحبيت اكتب ملاحزة معينة. حبيت اكتب اه شرح معين. حبيت. خطي مش ولا بد اه سامحوني. حبيت اكتب البدية. اه حبيت ان اضيف ملاحزة مسلا اه انتبه. تمام? فيني اقل له حفز. وبتضل لو عنده هون الملاحزات. هادي متل الاوراق الملصقة على الجدار. تمام? اه قاعدة. تمام? بتكتب بعض الملاحزات وبتضيفها بهذا المكان حتى الطالب ينتبهوا معك هون. بان كانك انك تضيف صورة. وبانكانك تشغل الليزر على شيء انت كتبته. وتحط بعض يعني الخطوط. يعني تحكي انت على قاعدة بترجع بتضيف الليزر عليها حتى تشير عليها. عبتقول الطالب مسلا انتبه هون. عبتحكي عنوط معينة بتشير عليها. الى ما شابه زلك. لما انتهي في عندك مفتاح محو الاطار. لتبدأ باطار جديد. وتكتب عليه. هذا متل اللوح الكتروني تستخدم عليه شروحاتك استى تسجيلك للدأس. تمام? طيب. الان ازا حضراتكم يعني ما حبيت نزل برنامج الاو بي اس او اي برنامج تسجيل للشاشة فيك تستعين حتى في برنامج الباوربونت تصوير الشاشة. ففيك تروح الى ادراج تسجيل الشاشة. تسجيل الشاشة وتعمل مقطع فيديو. تمام? طيب. انا ازا حبيت يعني اه عرضي التقديمي نفسهم. انا كنت شغالة عليه. هذا هو العرض تقديمي نفسهم. اللي انا كنت شغالة عليه نظامي ومعاملة حقيبة تدريبية وفيه كل شيء. وبدي ارسله الطلبة كمقطع فيديو. شو بدي ارسله كمقطع فيديو. بيمكانك انت كمان تصور بعض اللقطات المصورة. وتشرح وتضيف شرائح. وتصدر مقطع فيديو من داخل الباوربوينت. تصدير. تمام? انشاء فيديو. تختار الجودة اللي بدك ياه من هون. حتى الباوربوينت يدعم حتى الفور كي. تمام? طيب. وتستخدم مقطع السرد اللي بيخطر على بالك. يعني انت حسب السرد اللي انت كنت مختاره للشرائح. او فيك تختار التوقيت. اه كل خمس ثواني تتقدم بيه الشريحة. طبعا انا كنت عمل فيديو كامل لمدة ساعة وشوية تقريبا. بيحكي عن اهم الشروحات والمزايا والاوامر انت لازم تعرفها في برنامج الباوربوينت. رح شارك معك الرابط ايضا في صندوق الوصف. بس ياللي انتهيت بتنكر على انشاء فيديو. بتختار مكان وليكن سطح المكتب. وبتسمي هذا الفيديو. وبتنكر على مفتاح الحفظ. وراح يبدأ مع البرنامج بتصدير هذا العرض التقديمي كمقطع فيديو. بتاخد مقطع الفيديو وبتحمله الى قناة اليوتيوب الخاصة فيك. وبتوصل رابط الى الطلاب وبتقدم هذه الشرحات. ما رح اه اطول عليكم باللقاء كتير. لكن انا حريصة جدا انه انت تمتلك من بعض من هذه المهارات لتبدأ بالآ الشرحات للطلبة. بحيث انك انت تصور الشاشة الخاصة فيك. وتقدم هذه الشرحات. سواء كنت مثل ما حكيت عبتقدم من شرحات الباوربوينت. تمام? متل ما انا شايفين. اي شرحات آآ عفوا على آآ ملفات الكترونية لمنهج. تمام? بامكانك تاخد آآ يعني تاخد فكرة معينة عم تشرح عليها. وبنفس المبدأ فاتح النفذ اللي هون. بتبرك تكتب شوية ملاحظات. وبترجع مرة تانية لهون. وبتكمل شرح. وبتروح التالي بتكمل ملاحظاتك. وحتى ينتهي معك التسجيل متل مكان. متل ما انا شايفين انا هون في برنامج الاو بي اس. خلني نصغر النوافذ اللي هون مفتوحة. تمام? طيب. متل ما انا شايفين. انا لما انتهي من آآ البرنامج بنقر على مفتاح ايقاف التسجيل. وبروح بقى بشوف الملف وين انا سجلته. تمام? طيب بهذا الشكل. بكون انا شفت الفيديو في المكان اللي مسجل. اعتقد هذا خلص. لسه بانتهم. تمام? في المكان اللي بتشوف فيه الفيديو مسجل. بقي عليك مرحلة هي تقطيع الاخطاء اللي بتصير معاك بالفيديوهات المصورة. تمام? انا رح آآ اتمم لقاء اليوم انه انا كيف آآ ازا اخطأت اثناء تسجيل الفيديو او كان في عندي محطات كلامية آآ عكيت فيها او انا انشغلت فيها. ففي عندي لقطات يعني آآ آآ محتاج اني ازيل المقطع على الفيديو. تمام? فانت تحتاج الى برنامج مونتاج للتعديل على برنامج آآ آآ الفيديو بشكل عام. البرنامج ايديدينج. برنامج تحرير وتعديل الفيديو لقص الارزاء الغير راغب بها. برنامج الباوربوينت برنامج الباوربوينت يتيح لك امكانية بسيطة. رح ناخد الان ادراج مسلا ونختار آآ فيديو. من على الكمبيوتر. وندور على مقطع فيديو. آآ وليكن على سبيل المسال هذا مجلد جديد. نختار اي مقطع لا على التعيين. بعد ما نزل معنا مقطع الفيديو على برنامج الباوربوينت. تمام? انت فيك تنقر باليمين وتروح الى اقتطاع. شو في عندي هون? اقتطاع ضمن الباوربوينت. تمام? طيب. انت فيك هون متل ما انا شايفين تقص آآ الاجزاء. يعني على سبيل المسال انا محتاج هذا الفيديو مسلا آآ مسلا يبدأ من آآ من النقطة معينة وينتهي عند هاي النقطة. تمام? ينتهي عند هاي النقطة. ففيك انت يعني تقص اجزاء آآ سابقة ولاحقة فقط. ما فيك تعدل من ضمنه. سابقة ولاحقة. فالحطة نحل هذه المشكلة. انا يعني مسلا انا بدي بدي منه مقطعين بالاول هون مسلا شوي وبدي بالاخير شوي. بياناتهم بدي ازيلها. شو بسوي? بزيل الجزائيات كليات اللي هون وياللي هون. خلني اول شيء الغي الامر معلش. آآ وانشئ شريحة جديدة. وشريحة جديدة. اخد آآ فيدي كونترول سي. وكونترول في. وكونترول في. تمام. راح اجيء للمقطع الاول. انقر باليمين واختار اقتطاع. واقص الارزاء اللي انا ما بدي اياهم. تمام? اقص الارزاء كله اللي ما بدي اياه وقال له موافق. هاي عند دقيقة وست ثواني. راح اجي على الشريحة التانية انقر باليمين واختار اقتطاع كمان نفس المبدأ. بروح الى دقيقة وست ثواني مسلا. آآ وليكن هون. مسلا انا بدي اياه من بعدها بشوي لعند آآ نقطة معينة. ونقول له ايضا كمان موافق. ففيني احتال على الباوربوينت ازا ما عندي خبرة في برامج المونتاج. تمام? ازا ما عندي خبرة في برامج المونتاج. فيني احتال على الباوربوينت بهذا المبدأ. نفس الشيء بروح الى الشريحة رقم ثلاثة. وبقص الارزاء اللي انا بدي اياهم. ونقول له ايضا موافق. طيب. صف عندي بس انه انا ارجع اعمل تكبير لملء الشاشة بعد ما انتهيت. انا صغرت شوي لاجل الشروحات بس بصراحة يعني. تمام? شان تكون واضحة لك مقطع الفيديو من الشريحة. بس اللي انتهيت منن. وصارت امورها كلية جهزة نظامية. تمام? طيب بتروح الى ملف وبتعمل تصدير. هذا هو تصدير. انشاء فيديو جديد. اه والانتقال خليه متل ما حكينا يكون يعني كل اه طبعا هو ما ينتهي المقطع الاول. رح ياخد التلقائيا التقدم التلقائي لشريحة عند دهاء المقطع الاول. هذه الامور كلها نترف لكها بالفيديو رح اترك الرابط له بشرح المزايا ببرنامج الباوربوينت. رح ننقل على انشاء فيديو وبتختار مسار كمان نفس المبدأ. وبتكتب اسم وبتنقل على مفتاح الحفوز لتصدير عرض التقديمي من باوربوينت الى مقطع فيديو مقطع وجهز. هذا يا اللي حبيت اني انا اقدم لك برقاء اليوم. اتمنى يا رب ان شاء الله هذه الملاحظات تكون عمالي بتساهم في تعزيز العملية التعليمية لحضراتكم. اتمنى يا رب ان شاء الله دوام التوفيق لكم وللطلبة. والامر يعني بصراحة يحتاج الى همه مني ومنك ومن التاني والتالت. اه القاعدة اللي المعلومة الان صارت تقول التعليم عن بعد افضل من البعد عن التعليم. القاكم على خير. ودمتم بالف خير ان شاء الله. لا تمسونا من الدعم والاشتراك وترك التعليق. وكلكم جدا شاكر اخواني وحبائي. السلام عليكم ورحمة الله والبركاته.